هنا سوريا بعد أن فقد سعود الفيصل صوابه في ظل تأزم الوضع السعودي المتناسب عكساً مع الانفراج الإيراني السوري ما هي قدرة أردوغان على ضبط النفس حيال تغير الموقف الدولي حول سوريا خاصة بعد إنذار واشنطن لتركيا عبر صحيفة وولستريت جورنال المنزعجة من استمرار الأتراك بمساعدة المسلحين المتطرفين في سوريا تركيا ليست في أحسن حالاتها فبعد أن أحاطت حكومة العدالة نفسها بحدود ناقمة عليها انطلاقاً من الشمال الأرميني مروراً بإيران والإراق وصولاً إلى سوريا وفجرت غضباً روسياً منضبطاً من التطرف التركي حيال الحليف الاستراتيجي في دمشق وأحدثت شرخاً مع الحليف السعودي بتعلقها بالورقة الإخوانية المثيرة قلق الرياض في كل من مصر وسوريا ها هي اليوم تتلقى الصفعة الأقوى من الحليف الأمريكي المعتاد على التخلي عن أصدقائه في لحظات التسويات الكبرى لتوجه الولايات المتحدة عبر صحافتها انذاراً لأنقرة وتشنى هجوماً على رئيس استخباراتها فيداً متهمة إياه بدعم الجهاديين في سوريا بمن فيهم الأكثر عداء للغرب حسب وول ستريت جورنال هذا الدعم للجهاديين وحسب الكاتب الفرنسي تيري ميسان كان سابقاً بالتنسيق مع مكتب هيلار كلينتون أما الآن فكل شيء قابل للتحول بعد التسوية الأمريكية الروسية فلا ثوابت في سياسة واشنطن تجاه مصالحها الخاصة فماذا بعد قاعدة أنجليك التركية والتي كان من المفترض أن تنطلق منها الطائرات التي ستضرب سوريا أغلقت أبواب الحرب والباتريوت لم يعد له ضرورة خسرت تركيا لمصر بعد سقوط الإخوان المسلمين فيها خطة السلام مع العمال الكردستاني فشلت والجيش التركي الذي نشر قواته في وقت سابق استعداداً لحرب على دمشق بدأ أول معاركه مع القاعدة منذ أيام بقصف مواقعها شمال سوريا أيضاً فماذا بعد الآتي هو كيف سيتقبل أردوغان بقاء الأسد يقول مراقبون وهو ما يعتبر نهاية المشروع التركي في الشرق الأوسط هنا سوريا